موسيقى السيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد صدرة الإرادة الملكية السامية اليوم الأحد بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة دكتور هاني الملقى نتابع سوية أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جرالة الملك يعين مع السيد جمال أحمد مفلح السرائلة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع الدكتور جعفر عبد الفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع السيد علي الظاهر حسن الغزاوي وزيرا للمياه ورئيس الوزراء أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد وزيرا للعمل أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين معا للسيد نايف حميدي محمد الفائز وزيراً للبيئة أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين معا للسيد بشير علي خلف الرواشدة وزيراً للشباب أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليه بأمانة يعين مع السيد سمير إبراهيم المبيضين وزيراً للداخلية أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليه بأمانة يعين مع الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة ويعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة هذا كان أداء الوزراء الجدد المينة الدستورية أمام جارة الملك اليوم هذا التعديل هو الخامس في حكومة الملقي الثانية الحكومة هي الحكومة الواحدة والأربعين في تاريخ الدولة الأردنية يرأسها هاني الملقي شكلت في المرة الأولى بتاريخ الأول من حزيران عام 2016 وعيد تشكيلها بعد الانتخابات النيابية الأخيرة في 28 من أيلول عام 2016 أجرت تعديلها الخامس على تشكيلتها الثانية اليوم التعديل شامل للحقائب التي ذكرناها حقيقة وهي نائب رئيس الوزراء وزير دول الشؤون الأسل وزراء جمال أسرائر هناك تسعة حقائب وزارية نائب رئيس وزراء وزير دول الشؤون الاقتصادية دكتور جعفر حسان أيضا وزير بيئة جديد وزير عمل جديد وزير مياه وريه هو وزير العمل السابق علي لغزاوي وزير أيضا وزير جديد هو بشير رواجد وهو كان سفيرا في قطر وزير أدول الشؤون القانونية دكتور أحمد العويدي وزير جديد لأول مرة في التشكيل الحكومي وزير الأوقاف الشؤون المقتصادة الإسلامية دكتور عبد الناصر أبو البصل أيضا وزير جديد في التشكيل الحكومي ووزير الداخلية سمير مبيضين هو أحد أبناء وزارة الداخلية وكان أمينا عاما لها الحقيقة فقط لاستعراض التعديلات السابقة على حكومة الملقي التعديل الأول كان في تاريخ 13 2016 وزير النقل في حينها حسين عبد الكريم صعوب دخل إلى التشكيل الوزاري في التعديل الثاني في 15-1-2017 أجر رئيس تعديلا موسعا إلى حد ما كان فيه وزير دول الشؤون الأسل وزراء دكتور أمدوح العباد الذي خرج اليوم من التشكيل أيضا وزير الداخلية غالب الزعبي خرج اليوم من التشكيل وزير الخارجية وشؤون المختلفين أيمن صفدي حافظ على حقباته في هذا التعديل الوزاري وزير الدولة لشؤون القانونية بشر الخصاونة أيضا خرج من التشكيل في هذه الحكومة وزير التربية والتعليم عمر رزاز بقية في منصبه وقع يحمل حقيبة التعليم وزير الشاب حديثة لإخرشاء أيضا خرج من التشكيل الوزاري فمن التعديل الثاني كان عدد من وزراء اللي دخلوا في التعديل خرجوا في هذا التعديل الخامس في التعديل الثالث وزير التنمية الاجتماعية عينت هالة نعمان وزير النقل جميل مجاهد والذي تم التعديل عليه لاحقا وهو تعديل آخر وزير الطاقة والثور المعدنية صالح الخرابشة حافظ على حقيبته ووزير دولة شؤون استثمار مهند شحادة بقية في منصبه التعديل الرابع وقبل الأخير كانت تسليم المهندس وليد المصري وزارة النقل بالإضافة إلى وزارة البلدية وهو ما بقي على حاله في هذا التشكيل الوزاري واستعرضنا التعديل الخامس على حكومة الملقي وهو التعديل السادس إذا ما ذكرنا التعديلات على حكومة هاني الملقي منذ الحكومة الأولى وحتى هذه الحكومة الثانية الآن نستعرض سوية السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الملقي متابع سوية اشتركوا في القناة 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 بغياب رضا شعبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل اتت بما يقنع الشارع انه ليها خطاب نحو الشمجتمع الاردني العالم قاعد تنعاد سياقته حاولنا الى خطاب للمواطن الاردني غير الاسعار في خطاب سياسي للحكومة للشعب الاردني نقف جبهة واحد يخلف الدولة اميات حكى دولة الرئيس والله ما عمر سمعته حكى سياسة هل في خطة خدماتية قاعدين منطارد مرضى السرطان هل في خطة تنفيذية للخدمات للنقل والصحة والتربية وغير ذلك بنظام معتمد معيار موحد لكافة المواطنين ولكافة المناطق بعدالة اسئلة كبيرة انا اناشد الحكومة بتعديلها الاخير حتى تكون مقنعة ان يتقدم كل وزير بخطته التنفيذية حد الادنى حد الادنى مع احزاب مع نقابات مع مكونات وطنية اجتماعية احنا بدنا نشجحهم على انهم يفتحوا الحوار وانا راح ارجع سيد نبيل حقيقة للملفات الملفات الضغط على هذه الحكومة ابرزها الملف الاقتصادي هناك ملفات اخرى في العلاقة مع منجلس النواب كل هذه ملفات ضغط على هذه الحكومة وان كانت مرت من اختبار الثقة الاخير سأسمع وجه نظرك في قدرة هذه الحكومة على التعاطي والتعامل مع الملف الاقتصادي وهل من تغيير في النهج الحكومي في تعديل في الملف الاقتصادي سنواصل حوارنا ووضفنا الكرام لكن بعد فاصل قصير نواصل حوارنا ووضفنا الكرام والحقيقة فقط أنوه لسؤالنا الحقيقة عبر صفحتنا على الفيسبوك وسؤالنا يقول واستفتائنا لهذه ليلة هل تعتقد أن التعديل الحكومي يناسب المرحلة النسبة الأولية حتى اللحظة 16% نعم 84% لا وهون سؤال دبيل الملف الأكبر الضغط لهذه الحكومة هو ملف تغييرات اقتصادية كل مشكلة الحكومة اليوم إن صح التعبير مشكلة اقتصادية تتعامل معها وتعطى معها برفقة مجلس النواب بأسلوب معين هذا لا يرضي الشارع وانت ذكرت أن رضي الشارع لن يتحقق في هذا التعديل هل هذا التعديل الوزاري قادر على تغيير نقلة في التفكير الاقتصادي للحكومة؟ لا طبعا لأن الحكومة تعيش حالة إنكار للأزمة التي تعيشها الحكومة لا تريد أن تعترف بالأزمة التي تعيشها لذلك أي تعديل وزاري هو يعمق الأزمة ما دمنا لا نتحدث عن تغيير البرامج اليوم لدينا رئيس الفريق الاقتصادي وهو الدكتور جعفر حسان شخص نحترمه لكن هذا الشخص هو نفسه من التيار الليبرالي الذي أوصلنا لهذه الحالة الاقتصادية السيئة هذه الحالة التي يعاني منها الأردنيون اليوم هي الحالة التي جلبها لنا التيار الليبرالي بزعامة باسم عوض الله وحفظ الألقاء وحفظ حق الرد للشخص لا أنا ما سبيت أنا أقول لك أنت بتقول إحنا حالي لأنه مجحفظ حق الرد يا سيدي حق الرد يجي لا أعلم ما أنه ليس موجود أنا ما بقدر كمان يا سيدي ماشي أنا ما شتمته أنا بقول لك مفهوم يا سيدي إنه هذا التيار هو التيار الذي أوصلنا إلى هذه الحالة الاقتصادية وأوصل الأردن وأوصل اقتصادنا وأوصل المواطن الأردني كان الأحرى أن لا يأتي هذا التيار وجهة أضرق وقدر وأحترم وحفظ التيار بعظومه حق الرد في هذا الإطار طبعا ثانيا إحنا الأصل رئيس الحكومة يجب أن يسأل نفسه شو اللي بده يعدل هل بده يعدل لأنه في خلافات ولا بده يعدل لأنه والله في عنده ظرف صحي لشهرين زمان بده واحد يأخذ عنه كتف ولا بده يعدل مشان يستجيب مع الضغط اللي عم بصير بالشارع وفي مجلس النواب أنا بأعتقد أنه هو ما جاوب ولا على واحد فيهم ولا على واحد فيهم اليوم هذه الحكومة غرقت ألا يفعل رئيس تماني الثقة في تعديل الوزاري لا يسيدي الحكومة أغرقت نفسها في إجراءاتها التي عقدت الوضع الاقتصادي للأردنيين وأكلت من سمعة مجلس النواب وسمعة النظام السياسي الأردني لذلك أنا قلت تحت كبة البرلمان أن هذه الحكومة استنفذت كل مهامها وكل ما هو مطلوب منها ويجب رحيلها دفاعاً عن الأردن دفاعاً عن النظام السياسي دفاعاً عن هيبة المؤسسات دفاعاً عن سمعة مجلس النواب دفاعاً عن صناديق الاقتراع القادمة لأنه إحنا بدنا نخرج من لعبة الكراسي وبدنا نخرج من العلبة نفسها تناول منها العلبة وجيب تناول منها بدنا نغير العلبة وبدنا نغير أسلوب تعاملنا مع المواطن الأردني المواطن الأردني اليوم يأخذ العملية السياسية بالأردن وكأنها لعبة لا أكثر ولا أقل ولا يأخذها جدياً هذه العملية يجب أن تفكر الدولة يجب أن يفكر النظام السياسي بأننا يجب أن نذهب إلى أسلوب جديد في مخاطبة الناس أسلوب جديد في التعامل مع الأردنيين مع الأحزاب مع مجلس النواب مع خلينا نقول حتى وسائل الإعلام من أجل أن نخرج من ما نحن فيه الآن هذه الحكومات منذ أكثر من عشرين عام كل حكومة تسلمنا للحكومة القادمة ونحن ننسل مش كل الوزراء الموجودين اليوم في الحكومة أردنيين ولا أنا غلطان لا طبعا أردنيين طبعا وهم ننجيب يا حبيبي ما بتسمحها يا سيدي هذا كلام للاستهلاك العادي كيف أنا بدي أعرف هذه حكومة هذه حكومة كويسة وهذه حكومة سيئة الحكومة الجيدة والحكومة الكويسة هي الحكومة التي تأخذ مصالح الأردن مصالح الأردنيين وتبدأ بالشرائح بالشرائح المحدودة الدخل وبتطلع فوق لأنه أصلا الضريبة بالأردن هي بالدستور الضريبة التصاعدي إحنا اليوم قاعدين إجينا أجت هذه الحكومة على مجلس النواب تحمل موازنة كل قصة لخمسمائة مليون مش قادرة هذه الحكومة تجيب خمسمائة مليون ما هي بتعرف قديش حجم التهرب الضريبي وبتعرف قديش حجم التهرب الجمركي وبتعرف قديش حجم الفساد في الأردن لكن ما بدهم هم يروحوا على هذا المجال بيجي بروح برفع الكهرباء مرتين بشهر وبرفع المحروقات ثلاث مرات بشهر وبتيجي على مجلس النواب بتقول سبعين سلعة بدي أرفع عليها ضريبة المبيعات وبالأخير بكتشفوا لهي مئة وسبعين سلعة على إيش أنتوا قاعدين في عمين بتضحكوا المواطن الأردني سائم هذه اللعبة وبدأ يطالب بالتغيير الحقيقي تغيير يحفظ البلد يحفظ النظام يحفظ الدستور يحفظ الحكومة أيضاً أنا بقول لك دعي الحكومات تحكم أنا كمان بقول لك حتى هذه الحكومة مش صاحبة ولاية لازم يكون فيه هناك ولاية واللي بده ييجي كمان لازم يكون صاحب ولاية واللي قبله كان لازم يكون صاحب ولاية أنا بقول لك رئيس الفريق الاقتصادي اليوم شو بده ييجي يعمل جديد؟ ما هو الخطط اللي كان يسويها وهو كان في الديوان الملكي كان يوديها للحكومة والحكومة تلفذ اليوم بده يطلع من السر إلى العلن بده يصطدم هو مع الرأي العام وبده يدفع ثمن ذلك سابقاً كانت الحكومة تدفع ثمن ذلك واضح أسموها مش نظر بكتور رحمد الملف الاقتصادي الضغط على هذه الحكومة وأثر التعديل على الخطط الحكومية الاقتصادية هل من أثر سيلمس المواطنة الأقل تقدير؟ بدايةً بتمنى أن الملف الاقتصادي بافتعال أزماته التبريرية أن لا يلهينا عما يخطط من حولنا وأين نحن كأردنيين كيف يعني؟ في عدد صياغ للمنطقة في عدد صياغ للإقليم أنا وين كأردنيين؟ أنا كوطن كنظام كدولي وين؟ وين أنا بهذه الصياغة الجديدة؟ فلعبة السردين هاي ولعبة أنا بصراحة متناهي وأنا جريء بالوطنية كلنا أردنيين ما حد بزاود على حدا أن حاسن لعب التسليه أتاري على الأردنيين كيف هي أزمة اقتصادية؟ دولة 96 ألف كيلومتر مربع ما فيها موارد وثروات؟ إذا بدأت ضلعينك على الأجنبي إذن الوطن كله مرهول للأجنبي وزراءنا أصبحنا ما نشوفهم إذا قاعدين مع الوفد الأجنبي بحسراحة متناهي بنحكيها تغيير النهج على مطبخ القرار أنه في عنده عدة اختيارات زي ما حكى في خيارات عديدة يا سيدين أن ترهني أنه أنا دولي لا أعيش إلا على المساعدات؟ أنا أعتقد هذا ظلم للموارد الأردنية القائد والزعيم السياسي بيصنع موارد مش بيخضع لما هو موجود من وارد وبيصنع إمكانيات مش بيخضع لما هو موجود من إمكانيات أنت ممنوع تفكر في الأردن ممنوع تحاول أتحدى حكومة الدكتور الملقي أتحدى أتحدي في أي وزير من وزراته خدماتية اقتصادية أو غير ذلك إذا فتح حواراً أردنياً ما هو المانع؟ بدنا نفهم إحنا ليش ممنوع الحوار بالأردن؟ مع حزاب مع مني حوارات كثيرة يا دكتور مع مين؟ أي الحوار؟ أكثر من لجان الحوار بين لجان الحوار أنا بحكي عن خدمات وتنفيذ وإقتصاد هل حكومة دولة الدكتور الملقي فتحت حوار مع القوى الاقتصادية الأردنية؟ هل فتحت حوار مع الأحزاب نحو مفهوم الخدمات؟ هل فتحت حوار مع المزارعين واتحاد المزارعين ونقابة المهددين مزاهر؟ ماذا تخيرهم الرئيس؟ مع مين؟ مبارحين قلبوا عليهم بكرة سيدي يؤمنوا عليهم يا سيدي لا نؤمن باللقاءات الديكورية ولا نؤمن باللقاءات حتى صور التلفزيون الرسمي الأردنية التقى دولة الرئيسة أو التقى الوزير نحن عندنا من الهموم ما يمكن أن نتحاور عليه كأردنية الأردن كله طاقات وإمكانيات ليش مع الطلاق؟ وأعطيك بس نموذج ممكن نخلص من القرار الفردي والإجتهاد الفردي والرأي الفردي باتخاذ القرار بالدولة الأردنية؟ على سبيل المثال أخذ أي وزارة وزارة الزراعة وزارة الصناعة وتجارة مش فينا قابة مهدسين زراعيين وهذا بيت الخبرة الأردنيين بالعقل مش فيه كليات زراعة مش فيه كليات طب بيطري مش فيه جمعيات زراعية طيب ليش ما توضع خطة استراتيجية وطنية أردنية لوزارة الزراعة والوزيرة الذي يأتي فقط لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لماذا لا تنتقل وزاراتنا من مفهوم وزير قطاعي إلى وزارة قطاعية بمفهوم الخبارات والكفاءات والعقل الأردنية أزالك سؤال عشاء أمرنا آخر سمحني سمحني لا أسمحني ما هو أنا الله بيعيني ليلة بيدافع عن حكومة لا حلوقات أدب لا حلوقات أدب لا حلوقات أدب بجوز أنك فيش حدا فيكم بيدافع عن حكومة لا لا بدي أداء يا سيدي مش مستوزر بس أشان ما حديش تعديل راح تعديل راح أنا بدي أدافع عنه بقضية لا لا يسألك سؤال تتعدى الأسابع التعديل سابع جاي 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 أنا سؤالي يا سر جاوني بصراحة نعم أنت بتقولي الحكومة تحاور ضيد وتقعد مع الأحزاب نعم أنه حزب في الأردن عنده مشروع اقتصادي وواضح ولا رؤية اقتصادية ولا برنامج اقتصادي سؤالك رائع أنا شعرات يا دكتور دكتور شعرات ممكن حاب أسمعه ممكن يطلع لي أي وزير في حكومة الاقتصادية ويحكي برنامجه الاقتصادي للدولة الأردنية أجوب برنامج يا سيدي أجوبك رفع الأسعار هاي برنامج أنا جوبتك طيب هل حاورت الأحزاب حتى تعرف أنت برنامج أو لا هل حاورت النقابات عندها برنامج أو لا كشفت برامج قلتوا هذا حل المشكلة الاقتصادية الأردنية صدقا نحن في دولة تعيش الصم والبكم أنا بحكي كحزبي تجربتي 25 سنة ما جيتش من برشوت من بره بحزب أنا مولود من رحم هذا الوطن وقدمنا برنامج تفصيلي من رئيس القسم إلى المدير العام إلى الأمير العام إلى الوزير نابع وناتج من واقع وحقيقة أردنية ما بدهم حوار أقول لك روحة بعد من ذلك منعيش أحداث سياسية ولا لا بالمنطقة أستاذ مدير طبع ممكن يقول للوزير مين هو اللي بيحكي معنا السياسة مشان نعرف البوصلة مشان نقف بخندق الدولة مشان نقف بخندق الدولة وندفع ممكن تقول للوزير اللي بيحكي معنا بالشأن السياسي الخارجي ممكن تقول للوزير اللي بيحكي معنا وعلى فكرة ممكن نحكي بالخدمات الأردنية وين إصلاح الإداري؟ بتمنى على دولة ترح يزور كل وزراء ويشوف جهاز الإداري من الداخل مشاريع كثيرة موجودة على الورق وتنظير الفنادق خمس نجوم ونخب هذا إصلاح إداري يا سيدي يا أستاذ محمد إحنا ما من الناكف ولا مزاودة ولا استقوى ولا مزاودة على الحكم ولا شيء إحنا ممكن الحكومة تقدمنا برنامجها التنفيذي وتفتحه للحوار مع الكفاءات والعقول الأردنية حتى نجد حلول بديلة لماذا لا نمحة يا أستاذ نبيل عن حلول بديلة في الأردن أعطيك نموذج يا سيدي معقول بندرتنا تتكب الشارع وبتروح على السوبر ماركت بتشتري دبس البندورة الفلاحين بقولوا دبس البندورة صناعة سعودية مش عارف تعمل لك مصنع إنتاج زراعي للبندورة في الأغوار الشمالية أو الجنوبية الرمل الزجاجي يا أستاذ معقول يا أستاذ محمد الفوسفاتي بتصارت تخمير ما يعمل القطع الخاص إيش داخل الدولة وكلش الدول 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 ما احنا قلنا مع مشكلة الأزلية من الدولة عودتنا على أن هي تقدم كل شيء خلي الناس تتعب وقطع خاص يحاسب على الكفاءة ويحاسب على الأداء ويحاسب على الشغل وانت خلت فيه قطع خاص مين ما خلاش مين الحكومة لعم بسياساتها الحكومة لم تبقي قطع خاص في الأردن يسيدي 2500 مصنع غادروا الأردن وهيهم بفتحوا في مصر اللي منقول عنها غير مستقرة أمنياً وسياسياً مع الشرام الشديد طيب ممكن نطرح سؤال عن الزجاج الرمدي في البلاد ممكن نحكي عن ثرواتنا الطبيعية أنه حاس مثلاً استخراج المعادن لماذا عين الحكومة ليست على ثرواتنا الطبيعية موردنا وين الاستغلال في الإنسان الأردن وهذه الطاقات والإمكانيات أين دور الجامعات بكليات المتخصصة يا أستاذ محمد لماذا فقط صندوق نقد دولي لماذا فقط وهذا سؤال موجود لدولة الرئيس أمامه فرصة يصلح فيه برنامجه الحكومي نحن نقول لبداية لغاية التصويب وليس فقط للنقد على الحكومة الموقرة أن تضع عينها على موارد الأردن وثرواته حكناها طيب حكناها نشوف الحكومة طيب وذا ما جاءنا مساعدات ما فيش أردن يعني أقول لك اعتماعنا الحكومة ماشي في سياسة اعتماد على الذات وين ها الاعتماد على الذات جاي بالمواطن أنا أخشى مرحش سالم عمد وأنا بكرروا قدام ساعتنا بالمحترم وقدام بالمواطن الأردن الكريم أخشى افتعال الأزمة الاقتصادية في الأردنية لأهداف سياسية لا ما ننعبشها هذا اللف اللي كل بليف بصراحة لحكي كيف بليف؟ لا نضغط اقتصادياً لأردن عشان نوخذ مكاسب سياسية يا أخماهي الولايات المتحدة ينبارك معتطنا خمس سنين معتطنا مش عبتنا خمس سنين شو ضل وزادتها طيب طيب مين بدك مساعدات كمان طيب ايش المطلوب شو نقعد شي حادين بها المنطقة ايش مطلوب أنا أخطر جيوستراتيجي في المنطقة يا سيدي أنا لدي دور في المنطقة طيب إذا ما أخذ بدي حصتك كمان طيب وحصتك من إيش من العالم كله يدفع لي أنا أصبحت خليفة أنا أصبحت حديقة خلفية لصراعات المنطقة في بنا ما عدت أرجع طلبت فلوس من المجتمع الدولي بظن نعايش عليهم لا يا سيدي صراحة لا 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 سمحني أعطيني خيارات اقاما لمن يدولون الصراعات بروح اللاجئين عندهم طيب أصبحت حديقة خلفية أنا أعطيني خيارات المنطقة فيه سياسات عديدة ماشي فيه سياسات عديدة استعمالا لليتفضل فيه الدكتور أنا أعتقد أن الدولة ذبحت القطاع الخاص بشكل عام فيه اتفاقيات التجارة الحرة هذا اتفاقيات التجارة الحرة وبالذات مع تركيا دمرت القطاع الخاص في كل شي إحنا كان في التسعينات كان في عندنا تصدير أحذية ألبسة صحيح للعراق للمنطقة كلها اليوم تركيا صرت أنت تشتري من تركيا أرخص من ما أنك تصنع في عمان صحيح اليوم ما في هاي الصناعات ما عادت قائمة شوف المشكلة اليوم أن الحكومة تطالب المواطن الأردني بإدراك حجم التغيير في المعادلة الاقتصادية والسياسية برفع شعار الاعتماد على الذات وبدها إيانا لكن هي بنفس الوقت ما بدها ما بدها هي نفسها تتغير بدها المواطن يتغير وهي ما بدها تتغير الدولة الدولة باذخة الدولة تصرف أكثر مما لديها يجب أن يكون هناك مراجعات في هذا الموضوع أنا كيف أنا سياسة أي حكومة أنا بقيسها على سياسة المواطن على جيبة المواطن يا سيد أبدأ أعطيك مثال بسيط الحكومة تقول أن تكلفة السجين في الأردن ستمية وتسعين دينار وهو فرد لحاله قاعد وراء القضبان بس بعطوه كهرباء ومية ولا بروعة مدرسة ولا بدفع أجار وبدها المواطن يعيش بثلاثمائة وخمسين ليرة وعنده ستة أولاد كيف هاي المعادلة فاهمني إياها كيف هذه الحكومة إذا أحسن إشي تعال يا عمي إسجننا ويعطينا سبعمائة ليرة خليها المواطن تعيش فعلا مقاربة حلوة معادلة يا عمي المواطن الأردني المواطن الأردني ترى ما بكره الدولة ولا بكره الحكومة ولا إحنا إحنا أبناء النظام إحنا محروق دمنا عليه لأنه إحنا ما إحنا شايفين الفوضى بالمنطقة وشايفين مجنون واحد خرب بلد روح شوف سوريا شو صار فيها روح شوف ليبيا شو صار فيها روح شوف اليمن شو صار فيها للأسف هذه الحكومة تعتقد أن انضباط الأردنيين في الشارع هو انصياع لأوامرها وقراراتها لكن هذا ليس انصياعا بل هي حالة وطنية متقدمة لدى الأردنيين لأنهم يريدون أن يحافظوا على بلدهم ولأنهم يعرفون إلى أين سيقودنا الدمار والخراب والدماء في المنطقة اليوم أنت تعرف أخي الكريم أن الدول الكبرى باتت تعرف أن سايكس بيكو استنفذ كل مهامه وبدو يصير في بناء جديد لسايكس بيكو تدخل إسرائيل فيه كشريك ولذلك اليوم إحنا بدنا نلتفت للمواطن الأردني لنصير نقول والله فيه إشي من بره ومواطن ومواطننا شخص بسيط أنا مش مع والله مش مع التظاهر لكن المواطن من حقه يعبر بالشارع ومن حقه يحكي لكن بده يعبر ضمن في حدود القانون في حدود الدستور في أنه ما يخرب ما يضرب ما يكسر هذا المطلوب أما نتعبير بده المواطن يعبر حال المواطن هذا حال المواطن وأنا رح أواصل حواري معكم ما الحلول المطروحة أمام هذه الحكومة كيف يمكن أنها تتعامل بعد تعديلها الأخير هل ستغير شيئا؟ هل أطالت الحكومة في عمريها بعد هذا التعديل فاصل ومثلما نواصل لإجابة على هذه الأسئلة القومة نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام وحديثنا مستمر حول التعديل الخامس على حكومة الملقي الثانية والسادس على حكومة الملقي عموما وأنا هون دكتور أحمد اليوم نحكي عندما أعطى مجلس النواب الثقة للحكومة تحدث البعض في السلوانات السياسية أنه أطالة عمر هذه الحكومة واليوم التعديل مؤشر جديد على إطالة عمر هذه الحكومة وجد تضرق لا أعتقد أن الحكومة طويلة العمر سبع تعديلات أنا سميتها إتش هاف يعني بعد ست رميات شو بدك للحكومة تعيش؟ ليس نقدر للرئيس ما هو رئيس عدل تعديلات وقال أنه هاي التعديلات برعاً كفاءة ما يقول تعديل زي إبرت حياها إبرت حياها عيش مش قابل يتعيش الحكومة ما ظل ومش قابل يتعيش وعلى جغرافيا وزع سلطية حط أنا لا أؤمن بالجغرافيا ولا أؤمن بالمناطقية وكاركية حط ومن إربط ما خلص يا أستاذ محمد شوف خلينا أكون قسمها يعني خلينا أكون محد لا 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 أنا لا أؤمن بالمناطقية أنا أؤمن بست وزراء من جبل التاج أنا بعينيني ماذا ينتج ماذا يعطي للوطن لا أؤمن بالحكومة المحاصصية خرجوا علينا اليوم ناس يا سيدي هذه دمرت الدولة الأردنية خرجوا الناس اليوم يا أستاذ محمد حكومات الإنجاز في الستينيات والسبعينيات والخمسينيات كانت من ثمن وزراء وأنا بدي أعقب على اللي اتحقق فيه الأستاذ نبيل آني الأوان نتحدث ببعض الوزراء دمجا نس مليون كان ثمانية إحنا إلى سبعة مليون ستة مليون يضرب بس هذه الحكومات أنجزت وهي شو أنجزت أعطيني إنجاز بنت الجامعات وعبتت الطرق وأوصلت المياه والكهرباء والمستشفيات والمركز الطبية صنعت نهضة إحنا شو صنعنا طيب ما يقولها خدمة مصلة خليني لا أنت لا تخذينش عن موضوع ثاني محمد أريد أن أحكي آه قل لي الحكومة أولا لا تعيش على نفس نهج الاقتصادي وهو تفكير مالي الحكومة تدير الدولة الأردنية إدارة حسابات مدير بنك ما احترام المهنة ودير البنك هاي وحدة ليس تفكير اقتصادي التفكير الاقتصادي يبحث عن حلول اقتصادية حلول وطنية حكوماتنا الأردنية آسف لها المصطلح استخدمها لا تعمل بهدف وطني التي تعمل بهدف وطني تعمل وتذهب إلى حلول وطنية بعقل أردني بتفكير أردني وطني اللي تعودنا عليه أرجوك وهذول الشباب اللي جونا بنحترمهم قرأت كتب كلنا قرأنا بأوروبا تورطني يا دكتور خليتني دافع عن الحكومة الأمر الثاني في نقطة ثاني ضعيفة حكومة الوحيدة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منغالقة برج عاجي هل تعلم دولة الرئيس الدكتور الملقي بجوز يسمعنا ببرنامج كل مشاهد كثيرا يا دولة الرئيس ماذا كان يمنعك على مدى عام ونصف أن لا تلتقي بالأحزاب اعتبرها ما فيش عن تهيشي لموقف سياسي انعقد مؤتمر قمة في الأردن وخطاب لجلالة الملك ومؤتمر الرياض وخطاب لجلالة الملك وواقفنا الأردني المشارفة للقدس احنا منحس حالنا بلاد الواقع الواقع عن دولتنا وعن نظامنا بصراحة منحكيها أحزاب ونقابات وقوة وطنية وكما تفضلوا سيد نبيل الأردنيين يعشقون هذا الوطن ويحبون قيادتهم والله والله غير هيك كل الشارع الأردني في الشوارع الأمر الثالث قدرة تواصلية الآن قوة الحكومات في قدرتها التواصل مع مجتمعها لا وزير بتواصل لا حكومة بتتواصل لا بتفتح حوار طيب ممكن نوجه سؤال للحكومة الكريمة وبنحترم كل وزراءه وشخصهم يا أخي عندك أزمة اقتصادية مش المفروض أن تصير عليه حوار وطني إذا نجد حلول داخل الوطن ما فيه السياسات التبريرية الحكومة اللي بتنتهجها الأمر الأهم والأخطر يا سيدي بنا نتجاوز الاقتصادي نسبة النمو واحد تسعى بالعشرة الاستثمار هاجر لا قابل ييجي طيب نسبة التضخم طيب ممكن نوجه سؤال لدولة حكومة الملقي في دول العالم الديمقراطي كلنا درسنا بوروبا بالسبعينيات مش جبنا وراج كورسات وسمينا مسمى شهادات حتى نحكي في العالم الحديث وبدوا دوير شؤون الدولة يا سيدي أي حكومة في العالم بتقدم خطتها بتقول أنا في خلال سنة أوجدت يا سيدي ناس طلبوها مني يا سيدي ناس طلبوها مني إيش طلبوا منك بس أحكي لك إياه كم فرصة عمل حكومة دولة الدكتور الملقي أوجدت خلال السنة لا وين في أي مجال ما بكفي خطاع الحكومة يطلع يا جماعة ما بناش تطلع مكان آخر مش حكومة بحكي ما بدي أحكي لك حل في أربعمائة ألف خريج جامعي وين يروحوا جيش يطع بالشوالح هتقوم بله في ثلاث أفراد من الأسرة مش بلاقيين شغل أنا بحكي عن خريج جامعي وعندنا مليون مخترب طيب خليني معي خليك معي هل فكرت الحكومة هذا لا بحكي عن حكومة هون ولا بحكي ولا أن علاقة دخليني نحكي من قضية وطنية هذا ما تحدث اليوم سيد عمد من خلال نبد البلد من خلال بلد أباك ممكن أن الحكومة تأخذ فيه ممكن أن الحكومة تأخذ فيه ممكن إعادة هيكلة يا أستاذ نبيل وأنتم مجلس النواب أتمنى هذا المقترح إعادة هيكلة وزارة العمل إلى وزارة تشغيل الأردنيين نحي بشقيه القطاع العام والخاص طيب على أعتبار أن فرصة العمل هي من واجب الدولة وليس الحكومة بعد أن ضاقت ممكن إقرار قانون الخدمة الوطنية لإلغاء ثقافة العيب وإحلال العمال المحلية محل العمال الوافدة ممكن إنشاء على غرار قانون الخدمة الوطنية يستوعب المئات الولف من الأردنيين يلغي ثقافة العيب وبحل لنا مشكلة بطالة والوافدين مدوا مصاري نعم مدوا مصاري القطاع الخاص سيدي ليش بالكزية بيشتغل قاعد الوافد ليش بيصار أردني يشتغل في الكزية نعم مصارش الأردني يشتغل في الكزية صار في أردني لا سيدي أنا بحكي بقانون خدمة وطنية الأرض بالمزروعات عندما توفر للمزارع للأردني ملابس ونقل وسكن وتأمين صحي وضمان اجتماعي بروح بيشتغل بالغر بالزراعة يا سيدي بدنا تفكير جديد بعقل جديد أردني إذا بقينا بنفس العلبة قرأت الورق بالتنظير والمحاضرات هذا دور أحسن لن نجد تغير فكرة المجتمع يا دكتور معلش المجتمع يتغير والله المجتمع الأردني متغير ما يقدر المجتمع الأردني يغير فكرة لما يحس أنه كل أمور تسير بطريق الصحيح بتجير هاي الأمور مين بغير المجتمع؟ مين بغير المجتمع؟ في عندك مزارة ثقافة؟ من الأسرة بتغير يا سيدي في عندك ثقافة للوطن؟ هلا هذا موضوع آخر ننتقلنا لجبهة أخرى ما وكم جبهة نفتح ممكن الشباب الأردني بتناديل عشرين شب في فندق خمسين جوم هذا مشروع الشباب الأردني أين منظمة الشبيب الأردني؟ في كل حارة في الوطن هويات فرعية حارات وزقة واضحة جداً كيف هو الوطن من نواجه فيه من الحديات خارجية؟ سيد نبيل ثقة ومن ثم تعديل أطالت الحكومة في عمرها؟ ولا لا؟ لا تضح ولا؟ ليه شكراً؟ الحكومة في نظر الشارع هي منتهية الصلاحية وفي نظر حتى أغلبية النواب هي منتهية الصلاحية حتى لو لم يستطع البرلمان إسقاط هذه الحكومة أنت تعلم أن هذه الحكومة كان لديها في الثقة الأولى 84 صوتاً صحيح وصوت ضدها حجب 40 شخص اليوم نزلت الثقة بالحكومة إلى 67 صوتاً يعني خسرت الحكومة وارتفع عدد الذين صوتوا ضدها بالحجب إلى 49 صوتاً صحيح هذه الحكومة من الناحية الدستورية هي حكومة فازت بالثقة لكن هذه الحكومة اليوم في الشارع غير موجودة وفي حسابات الناس غير موجودة وأنت تعلم أن هناك مطالبات برحيلها أنا أتفهم أن هذه الحكومة لديها وأنا قلت قبل قليل أن هذه الحكومة لا يليق بها إلا الرحيل والرحيل بيد مجلس النواب ليس بيد قادر مجلس النواب على أن يجب أن يكون مجلس النواب وأنت بتذكر أنا حكيت قبل هذه المرة وفي هذا البرنامج وقلت في مظلة على الحكومات تذكر الكلام اللي قلته صحيح نعم أنا بقول أنه يجب على هذه الحكومة أن ترحل بيد مجلس النواب هناك نواب أنت تعرفهم زملائي كان يطلع ويقول لا حول ولا قوة بالله ثقة صحيح مين جابر يا صديق ما حدا جابر هو بتحمل مسؤولية حاله نعم أنا بقول لك لكن بالأصل بالأصل يجب أن ترحل هذه الحكومة حفاظا على سمعة العملية السياسية وحتى ننتهي من لعبة الكراسي والغميظة هذا اللي عم بصير في الأردن اليوم يا إخوان ما في عملية سياسية هوشة عميان ما حدا شايف الثاني ما حدا شايف اللي قباله أنت ما عدت يا سيدي في كل دول العالم في كل دول العالم فيه إشي اسمه يعني بروتوكولات خلينا أقول حياة سياسية حقيقية بتعرف أنه هذا الحزب بده يجي هذا الحزب أقوى هذا الحزب دروح إحنا ما حدا بيعرف إمتى بدأ تروح الحكومة وإمتى بترجع الحكومة وإمتى بدأ تكدر ليش طلعت الحكومة طلع يا سيدي من الحكومة ممدوح العبادي ومجموعة كذا كذا فهمونا أنا اليوم طالبت تحت القبة دولة الرئيس قلت له أرجو من الحكومة أن تطلع مجلس النواب على الأسباب الموجبة للتعديل الوزاري الحالي ولماذا خرج بعض الوزراء ولماذا دخل بعض الوزراء وما هي التغييرات المرتقبة والبرامج والرؤى المنتظرة من الفريق الاقتصادي هل سيمتص هذا الفريق الاقتصادي غضب الشارع الأردني؟ هل سيعيد التوازن هذا الفريق الاقتصادي إلى جيب المواطن الأردني؟ اللي كان يدفع فاتورة الكهرباء قبل شهرين 30 ليرة صار يدفعها 60 ليرة طيب أنا بس دي وضح أن المساحة متاحة لدولة الرئيس لإجابة على كل هذه الأسئلة يا سيدي ياري نجي بتاولة الرئيس يعني ما بيجاوبنا على أقل تقدير هذا شأنه وأمره هو يملك قار نفسه بالإجابة على كل هذه الأسئلة أوعدة بالإجابة عليه هذا شأنه هو وأنا هنا سؤال اليوم وعشان نكون وضحي يفترض بالعرف السياسي على أقل تقدير تعديل وثقة بعيدا عن ما تحدث عنه أستاذ نبيل وهو انخفاض معدل الثقة للحكومة أن هذا الأمر يطيل في عمر الحكومة اليوم هذه الحكومة تعاني من كثير الملفات واليوم سؤال النواب اليوم النواب كيف يتعامل مع هذا التعديل أنا بدي أعرج على اللي تفضل فيه دولة الرئيس في رقاءه الأخير قال إحنا بعنق الزجاجة وهاي البسؤولة بتتحملها الحكومات المتحاقبة عليه خلاف فريقك الاقتصادي يا دولة الدكتور هانا نلقي نفسه لا وجاك زيادة كمان الأخ معالي الدكتور جعفر حسان الذين احترموا كثيرا بس هذا الفريق هو اللي بدي يشتغل لك الملف الاقتصادي الملف الاقتصادي لم يتغير شيء في الفريق الاقتصادي ما الجديد يا سيدي الطريقة النهج مش مطلوب أسماء مطلوب تغيير في النهج والأداء نقطة ثانية واحنا يا دولة الرئيس وانت ابن الوطن ما حد بزاود على الثاني في هالبلد احنا في مرحلة اقليم مشحون بتقلباته وتحولاته والحروب وتحيطه فينا من كل جانب طيب عليه خلاف طيب انا بقول لك يا دولة الرئيس وإلى اسم اطمخ القرارة الأردني الرأي العام الأردني مشتت ما فيش حد بحكي معه سياسة وين نروح وين رايحين مش هن نستف ببنادقنا خلف الوطن خلف القائد ما حد بحكي معاك كله شو دارت السنوعة باليوم الامر الثالث ممكن مرة نوصل الى مرحلة الحديث بوضوح وشفافية هل فعلا فيه ازمة اقتصادية هل مسبوح هل بتغرد الحكومة نعم والله اذا بدك تصدق كل الحكومات هاي مصيبية يا سيد محمد الخير انا ما بصدق بقول لك بس شو بتغرم طيب ممكن اسمع خبراء اقتصادين اردنيين يقولون انه فيه ازمة اقتصادية حقيقية ما اسمعت ولا اقتصادي اردني سألتني يا سيدي عن الاستثمار ما بدي اسمي جهات كبيرة في البلد طلبت لقاء دائرة المؤسسة الاستثمار مش صار عندنا كمان وزير لا الاستثمار خفالله ما كفاش يعني انه خطابات 20 سن استثمار بالفريق الاقتصادي ايا بعد شهر تعرف جوابو شو قالولو لو سماح تبعد طلبك على الايميل لانو منستقبلش على الفاكس بدي اسأل سؤال لو دولة الرئيس وهو تكنقراطي محترف بعتبره هل وزارة المالية عندك يا دولة الرئيس مع وزارة التخطيط مع وزارة الصناعة والتجارة بيشتغلوا بتنسيق واحد ولا بتدير الامور وزارة المالية سؤال هل فيه تنسيق داخل الوزارات ذات الارتباط المباشر تقرأ ان امور تتجه الافضل يوم بعد هذا التعديل الوزاري بنعم اولى مدام النهج نفسه لا اعتقد ان الامور ذهب الاكثر مزيد من تعقيد المشهد الوطني سياسيا اقتصاديا اجتماعيا سيد نبيل الامور تتجه بشكل افضل يوم بعد هذا التعديل هل ممكن ان تتغير البوصلة وان تسير الامور بطريقة افضل لا تتجه الى الافضل وانا في هذا المقام بحب اقول انه انا لا يخيفني ان تسقط حكومة او ان يذهب تروح حكومة بيد مجلس النواب او باي اي طرف انا يخيفني فشل المجتمعات المجتمعات اليوم انت عم بترى انه درجة الرضا عن العملية السياسية في الاردن اصبحت غير مقبولة وهذا الكلام وهي عندك الارقام اللي انت قرأتها قبل شوي الناس اليوم باتت تعرف ما عاد الناس مغمضة كل شي عم بيشوفوه على الانترنت بيشوفوه على الشبكة العنكبوتية كل اشي موجود لذلك لابد من تغيير النهج لابد من تغيير الدكتور اللي احنا منعرض حالنا عليه بعدنا منعرض حالنا على الدكتور من التسعة وثمانين على نفس الدكتور وبنتناول نفس الدواء هذا كلام ما بيفيدنا بدنا حكومة تمشينا دغري ما بدنا هيك نزول بس دغري وبعدين الاردنيين انا بحب اقول لك والله الاردنيين وطنيين وبحبوا الاردن وبحبوا الملك لكن بدهم يشوفوا ضوء في اخر النفق لو انا بعرف انه هذه الوجبة هي الاخيرة والسنة الجاية وضعنا رح يكون احسن ما السنة الجاية في الموازن الجاية فيه 500 مليون مطلوبات من الاردنيين بدنا نرجع على جيوب الاردنيين مرة ثانية وبعدين بدنا نظل هالكرسي فر ما هو هاي مشكلة المواطن الاردني بقول لك يا عمي لقي لي حلول ابداعية اخرى طيب انا بدي اشكركم كل الشكر دولي في الكرام احنا وقت انتهى واذكر فقط قبل نهاية هذه الحلقة بسؤالنا واستفتائنا الليلة عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والسؤال يقول ما هو عفوا هل تعتقد ان التعديل الحكومي يناسب المرحلة والنسبة النهائية للسفتاء 15% نعم و58% لا الى هنا مشاهدين اذا نكون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نفض بلد كل الشكر لكم دولي في الكرام شرفتوني بحضوركم مشاهدين نلتقي غدا بيوم الله ورعايته تصبحنا الخير موسيقى 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 اشتركوا في القناة